فظبت نفسك لو سألك السؤال ده بالإنجليش أوبرت إنك تنجح في اختبار القدرات هو إنك تكتاز أو تجيب 60% من توطر الدرجات عايز تنجح في امتحان قدرات كلية التمريدي بازي متركز معي جداً جداً في الفيديو ده وبتنفذ اللي أنا هقوله بالحرف الواحد السلام عليكم حبا يا ابن دفعة سنوية عام 2022 عام لقرب تكنوا بخير فيديو جديد من تاني ومعاكم أخوكم زياد الحصري قبل ما أتكلم في أي حاجة عايز أبارك لكم من كل قلبي وأقول لكم كفارة ألف وبروكة سنوية عامة أخيراً خلصت الانتحانات فعايزكم تعيش لحياتكم تخرجوا وتلعبوا وتعملوا كل حاجة نفسكم فيها الفترة اللي جاية مش سهلة خالصة وفي نفس الوقت مش صعبة بس عايزة منك تفكير أو ما جد هنا شوي وعايز أقول لك كمان يا سعدك ويا هناك لو أنت وتفكر تخلكوا لي التمريد والفيديو بتاعي ظهر لك لأن إن شاء الله أنا مش هسيبك من أول يوم لك في الكلية لحد بإذن الله أما تتخرج ولو أنت أول مرة تتفرج علي مهتم بالتمريد يبقى أهم حاجة لازم تعملها لايك الفيديو ده واشتراك في القناة ويلا بيدينا نشوف اختبارات قدرات كل التمريد وهنتعرف على بعد إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ناس كتير بتسأل اختبارات تمريد بتكون عبارة عن ايه طب أنا همتحني وم ايه طب الامتحانات بتكون صعبة ولا بتكون سهلة ما تقلاش خالص في الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كل البيرة وصغيرة عن اختبارات كل التمريد نقطة مهمة جدا حابة أتكلم فيها قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا النهاردة اختبارات القدرات سواء للتمريد أو الإعلام أو لفنون أولاً كان القدرات بتاعت أي كلية دي بتتعمل قبل زهور النتيجة بتاعتك في السنين اللي فاتت أو الدفع مش بتاعت التابلت كانت بتتعمل بعد زهور النتيجة والتنسيق وحاجات كده غريبة ما لنجعوا بيها خلاص بس أهم حاجة حالياً اختبارات القدرات بتتعمل قبل زهور النتيجة بتاعتك نيجي الأول نقطة في فيديو بتاعنا النهاردة ونقطة مهمة جداً وهي إزاي نسجل لقدرات تمريد أو بسجل فين بسجل طبعاً على موقع التنسيق أو خدمة التنسيق الإلكتروني الخاص بالوزارة وما تقلقاش خالص إن شاء الله هسيب لك اللينك بتاعها في ديسكريبشن تحت سؤال تاني مهم جداً معانا برضو وهي مواعيد الاختبارات أو إن أنا بيكون متاح لأقدم من يوم كام ليوم كام المواعيد المحددة اللي نمزلها الوزارة إن شاء الله من يوم الاتنين خمسة وعشرين سبعة لحد يوم السبت ستة تمانية دي المواعيد المتاحة اللي تقدر تسجل فيها في اختبار قدرات تمريد أو أي قدرات تانية في أي كلية يب لو أنت فاولت الفتر دي ما سجلتش فيها على الموقع إلا هيحصل تقدر تخش تمريد؟ لا طبعاً ما تدخلش تمريد ولا تدخل أي كلية لأن اختبار القدرات ده اختبار مهم جداً 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 حتى لو أنت كنت جايب مية في المية ومجمع كليتك مثلاً من خمسة وتمانين يبقى مش هتخشها طالما أنت ما عملش القدرات فالقدرات مهمة جداً 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 كده تكلمنا عن كزا نقطة مهمة جداً قبل ما نخش في فيديو بتاعنا النهاردة تعني نتكلم بقى بالتفصيل عن اختبار القدرات في كلية التمريض انت خلاص وقت ما سجلت على الموقع بيجي لك معادة الامتحان وبتروح الكلية وتمتحن والدينة زي الفل نيجي بقى نتشوف بدي امتحن في ايه؟ بدي امتحن في اربع امتحنات اريد اقول لكم كمان ان الامتحنات الاربع دي مش بتكون صعبة وبتكون غالباً اجراءاتها روتينية طيب يا عم زاد يعني ايه روتيني؟ روتيني معناها ان انت ان شاء الله بنسبة كبيرة هتنجح في الامتحان وكل بيعدي يعني افهم من كده ان مفيش رسوب خالص في الامتحان ده؟ لا طبعاً في رسوب بس بنسب قليلة جداً 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 والشرط انك تنجح في اختبار القدرات هو انك تكتاز او تجيب ستين في المية من توتر الدرجات تات الامتحان كله تقلقش ستين في المية انت تجيبها كده وانت لسه على السريري لسه منزلتش فان شاء الله الموضوع بسيط بإذن الله هتنجح طيب سواء المهم تاني باوت داني بتسيقل لي على طول لو انا ما نجعتش في اختبار القدرات هل هقدر اخش مسلاً دور تاني فيها او كده للأسف مش بتخش الدور تاني فيها بس ان شاء الله انت هتنجح فلن افترض ان مقدم في الكلية ولا حاجة 800 طالب او كده فانا بقولك ان فيه 796 طالب هيقبلو والاربعة التانيين ممكن ما هيقبلوش مش عشان حل وحش لا مش هيقبلو مسلا عشان تكون الكلية اكتفت بالقدر بتاعها نتكلم بقى عن اول اختبار معانا هو اختبار اللغة اختبار اللغة الانجليزية اختبار مهم جدا ومش صعب دان كده متحان اللغة بيقيس مستوىك في الانجليش بيشوف الطالب ده هيقضر بعد كده يواكب التغير في اللغة او ايان انت كنت بتتكلم قبل كده في انك كنت بتدرس كل حاجة بالعربي الوقت يكون الدرستك بالانجليش الموضوع مش صعب بس هما عايزين حد يعني كويس في الانجليش وانت اكيد في سنوية عام داخل كلية التمريض او بتفكر فيها فان شاء الله انت بكون كويس في الانجليش متعلقش خالص انت مش بتحتاج مذاكرة او حاجة ولو انت واحد موسوس شوية وتحب تذاكر فانا حب اقولك راجع القواعد بس بتاع التلتة سنوية اول انت درستها قبل كده المضل البسيط ومدارع المستمر ولمزر وقاعدة اف والحاجات البسيطة دي مجازا كده بيقسم استواجف اللغة الانجليزية كمان بيكون في قطعة براجراف او قطعة ترجمة انت بتحلهم والموضوع بيكون سهل جدا وحاجات اللي هي بدائية فانت لسه طالع من سنوية عامة وما اعتقدش ان انت الحقيقة تتنسى اصلا مجازا كده ما تلقاش من حاجة وامتحان اللغة ده امتحان بسيط وان شاء الله انت بتحله وبيكون زي الفول التاني امتحان معانا هو امتحان السمات الشخصية طيب افهم من ايه او يعني امتحان سمات شخصية تحان سمات شخصية كده هي عبارة عن اسئلة زي نظام التابل اللي انت بتحنوا عليه ممكن يجيب لك سؤال ما لاش علاقة اصلا بالمنهج كده وانت بتحل عليه بس طبعا بيسألك اسئلة مش في المنهج انا فاكرة اما لو كنت لسا داخل كلية التامريد في متحان السمال بتاعي كنت اتسألت تقريبا سؤال تماما ده كلها بيكون تحريري اه تقريبا كان سألني سؤال بيقول لو انت ماشي في الشارع وحد حصل حدثة لقدر لأ او كده تتصرف ازاي طيب لو حد انت ماشي في الشارع مسلا طلب منك مساعدة هتعمل ايه هتمشي ولا هتسيبه ولا هتا تقريبا دول نفس المعنى اه هتمشي ولا هتساعده ولا هتا هترد عليه مش عارقه لو الموضوع مش مش صعب عبارة عن اختيارات كده لو انت عملتهم حد يبادي انت هتعد فيهم لو بيقيس او بيحلل شخصيتك عن طريق كده منظور معين هما بيحطوه للا سرعة دي ما لاش علاقة خالص بالمذاكرة وانت مش بتجهز لها اي حاجة خالص نجي تاتي امتحان معانا وهو امتحان الاستعداد العقلي ده بيشوف المنتالية بتاعتك بيشوف انت تقدر توزن امور ازاي انت مستوى تفكارك بيكون عامل ازاي عن طريق اسئلة زي اي كيو او اسئلة زكاء اي عم الزياد انت لم كبروا الموضوع كده واسئلة اي كيو زكاء انا واحد خارج من السنوية عامة ودماغي عايز افصل مش عايز اعمل اي حاجة يا عم متقلقش بتلقاش من اي حاجة خالص الاي كيو او الزكاء ده انت برضو مش محتاج تذكر له مجازا المره المليون انت مش محتاج تذكر حاجة في امتحان القدرات ده نهائي غير لو انت عايز تبص بس على الانجليش او الجرامر بتاعك القديم وصدقني والله ان شاء الله انت هتعدي بني ادي امسل على السريع كده لأسئلة الاستعداد العقلي انت ممكن يجيلك دوائر على مش عارف مسلسات وحكال كده بتيختار ما بينهم الموضوع والله يستهل لنفيش في اي مشكلة خالص نيجي تأتي امتحان معنا وغالبا ده بيكون اهم جزء وهو امتحان او مش امتحان ده عبارة عن انترفيو الانترفيو اول مقابلة الشخصية لها شروط مهمة جدنا نازم نكون كلنا ملتزمين بيها هتكلم عن الانترفيو لو انت ولد لو انت ولد طبيعي لازم تكون حلق شعرك ومزبط دقنك ما تروحش بشكل يقذي الناس اللي قدامك لان انت في الانترفيو بتقعد مع دكتور ميل الكلية بتكلم معاك وبيتدادش معاك فالف باه كده لازم يكون منظر بتاعك مقبول بالنسبة للشخص اللي يمتحنك يا شباب ياريت بعد اذنك وما حدش يروح امال لخط هنا وخفيف لي دي زير ودي مش عارف ايه وربط لي شعر بتوكة بلاش الكلام من ده خالص كلام ده مش لطيف خالص مش كده وبس ده افرق كمان ياريت جدا تكون انت قصصها ومزبطها طبعا نفيش حد بيخش حرم الجامعة بشرطة ولا كلام من ده خالص اهم حاجة بس تكون انت ملتزم وشكلك مقبول لما تكونش عمال حاجات اوفر كده وشعرك وده انا تلق زبط نفسك كده عند الحلاء وشميز كده حلوة او تيشرت او اي حاجة وبنطلون وزي الفل وطوكة علوف امتحانك كده اتكلمنا عن الشباب نتكلم عن البنات يا بنات حاجة مهمة جدا 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 بلاش ميكب فيه ناس بتروح الجامعة لك انهم رحين خطوبة شايماء صاحبتهم الموضوع مش كده خالص بلاش ميكب انت رحين مع دكتور في الجامعة بيمتحانكم فالبنات لو انتي حابة تحط ميكب او كده فبيكون حاجة خفيفة جدا 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 مش عايزين نروح بفرح في وشينا وهنا خمسة كيلو وانه هنجيب بلوت ايس كريم كمان شوية مفيش كلام من ده فالبنات زي ما تفعلنا مع بعض بلاش ميكب ويريت جدا كمان لو بلاش كعب احنا مش رحين فرح نفس الكلام اللي انا قلته مع الشباب هقوله مع البنات لازم يكون شكت لنا مقبول بالنسبة للشخص اللي بيمتحن نهب المزهر الاساسي بتاعنا منطيب نهب متكلم بقه في الانتروفيو اما هل بتسيلها وتكون عبارة عن اي واه وازاي هاقدر ارد عليها لا انتورفيو متاعك انت وبحظك ممكن تقعد مع مطأ يتكلم معك بر�� في عربي وكبان ما فيش اس como&تت السايلي في الانتروفيو بالاختبار كمعاني اكتباري القدرات ما فيش اسئلة معينه فى اытوما اتهى احذر او ثو важ بحظة بعدما قدت Boo raise up with a doctor ما كدش في المحافظة بتاعتي انا قدت ل llegar Without my treatment سألتني أخبار مشابك عندكو إيه اللي هو نعم عربي يتلقي يا دكتور أنا مش فاهم إينا عندك اختبار خضرات فأنا مش فاهم إيه السؤال ده أو علاقته بالاختبارات أنا عايز أوصله لك إن انت ممكن تكون متوتر عادي جدا بس الدكتور بتاعك بيكون ملاحظ ده ما تقلقاش خالص هو بيرعي التوتر بتاعك وكده وبس هو بيجارك في الكلام وعايز يساعدك فبالتالي هو بيخفف عنك التوتر عن طريق أسئلة أو بيهزر معك كده الفكرة إن هو لو شافك بتوتر أو حاجة هو بيكون في صفك عشان يعدل الموضوع طيب نيجي بقى الأسئلة المهمة اللي بيسألها للطلاف الانترفيو طبيعي جدا لو انت رايح أي مقابلة شخصية في أي وظيفة أو أي شغلة أو في أي مكان اللي تكون مزبط كلامك ومزبط نفسك أو انت عارف حترود تقول إيه معظم الأسئلة بتلسأل في اختبار القدرات في الانترفيو بتاعها بيقول لك ليه خطرت التمريد أو انت عايز تخش تمريدي عشان إيه طيب أرجع كده بالزمن شوية أسبعين أو ثلاثة في الإنجليش أما يقول لك أنت طبعا الرد المعتاد عشان ساعد الناس للمرضى وعشان 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 وكما احنا عارفينه ده الرد ده جميل جدا إثبت عليه وهم بيحبوه جدا أول حاجة ده وانت تسألت مسلا ليه خطرت كلية التمريد أو كده أنا عادة ترد بالرد ده وكمان هنزود عليه حاجة كده جميلة هتقول لأنك أطلب كلية التمريد مختلف عن ماذا من الكليات طلب كلية التمريد بيتعامل مع ربنا أول بعد كده مع المريض وبعد كده مع أهل المريض إزاي بتعامل مع ربنا؟ أقول لك إزاي أي بروسيجر أنت بتعمله أو أي تدخل طبي أو تمريدي أنت بتعمله أنت بتعمل ربنا فيه اللي هو كل الحاجات دي كلها بتعملها الواجه ربنا مش كده بس ربنا جعلي أن أكون سبب في أن أخفف ألم حد وطبعا دي سبب عند ربنا كبير جدا 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 أعتقد الرد ده مناسب جدا جدا وهيقول لك تفضل أنت معاك في الماركة بتاعت الانترفيو فظبت نفسك لو سألك السؤال ده بالإنجليش أو بالعركة مش كده بس وكمان ممكن يدردش معاك سئلة بسيطة جدا بس أهم حاجة السببات المفعالي لو أنت عندك سببات المفعالي بأنت هتجاوب على أي سؤال بسهولة جدا وصدقوني والله الموضوع مش صعب خلص بالعكس الموضوع سهل جدا جدا بس أنت تكون هادي كده ومرتاح وإن شاء الله يعدي على خير وبكده نكون خلصنا اقتبرات قدرات كلية الطمريد طيب يا عمي زياد بعد كل الحوارة ده كله وإنا ما فهمتش إيه الحدث من اقتبرات قدرات كودية الطمريد الهدف من اقتبرات قدرات الكودية الطمريد إن إحنا بنطلع طالب قادر انه هو يواكب سوق العمل قادر انه هو يكون مسؤول عن المريد إنت مسؤول عن أرواح فالالغتابات دي كلها بتاعت可能 управ Dip기ز إذا كنت عالي تقدر المسؤولية إنك يستطيع أن تشيل مسؤولية مريد ولا يله وان شاء الله انت قدل المسئولية طيب باختصار كده نقول لحنا زكنا في فيديو بتاعنا النهاردة الاربع امتحان بتاعاتنا اول امتحان امتحان الانجلش الامتحان ده مش محتاج مذاكرة لو انت شخص موسوس زي ما اترفعنا مع بعض ممكن تراجع الجرامر والموضوع بسيط والامتحان بيكون اختياري على البراجراف على ترجمة مش اكتر ده كده اول امتحان طيب نيجي للتاني والتالت الاثنين دول انا شايفهم بصراحة متحانات كده يعني انت وان كنت حلم وانت مغمط مفيش فيهم اي صعوبة خلص وكل بيعد فيهم اسئلة عادية لو انت ماشي في الشارع قابلت واحد في الشارع كلمك هتعمل ايه طيب لو لقيت فلوس في الشارع اللي هو اسئلة عادية جدا ملاهاش اي علاقة بالعلاقة اصلا يعني وربح حاجة ودي غالبا اللي بتكون مهمة جدا هو الانتروفيو او المقابلة الشخصية ولو انت عايز تعد فيها اهتم مظهرك يعني ما تروحش عامل لي شعرك كده ومربلي الدافر بتاعك ده مش عارف سبب ايه وعمل لي دقنك كده ومش اقلق ما كلام ده ما يقولش معهم ولو انت بنت وليش بتفول مهيكب والكاب والفاساتين بقى والحاجات دي ما ملاهاش لازم اخالص حلالها انتروفيو تكون شاكلين هنصم كده وشاكلين منظم وما تقولوش خالص الموضوع بيعدي زي ما قلت في الفيديو بتاعنا النهاردة في بدايته ولو انت عايز تنجح يبقى تنفس لانا قلتو في الفيديو ده بالحرف الواحد وان شاء الله انت هتنجح هتنجح وهستنك تكتبلي في الكومنتيات على الفيديو ده برضو انك نجحت في خدرات تمريد اقول لك الف مليون مبروك وان شاء الله النتيجة بتاعت تكون موفق فيها وان شاء الله هتنوارني في القناة عندي وهنتكلم مع بعض عن اي حاجة ليه علاقة بالتمريد ده مواد سنقولوه تمريد المواد الصحابة مواد السهلة الادوات اللي هحتاجها في كل ايه التمريد بقيل فارب نستكاشف المحاضرات هتكلم عن كل حاجة ليه علاقة بكل ايه التمريد بس كده في فيديو النهاردة خلص اتمنى ما كش تولت عليك لو انت لسه امر بفرج عليها بتنساش اهم حاجة لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وفعل زر الجرس وفوض على الاستجرام عشان ان شاء الله الفترة اللي جاي فيه مفاجأة جميلة جدا وانا هحرقها هقولها دلوقتي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الموافق 28 سبعة في ايفينت ليكو انتو كطلاب سنوية عامة هيتكلم فيها عن الكليات وحياة الجمع والانشطات الطلابية في ان شاء الله اكتر من عشرين كليات هيتكلم فيها عشرين سبيكر وان شاء الله يكون موجود عن كلية تيكو دي التمريد هيتكلم عن الكليات بشكل مفصل الايفينت ده هيكون مجاني لكل طلاب السنوية العامة وهيكون كمان ليك شهادة حضور انجيت المؤتمر بتاعنا مؤتمر ده او الايفينت ده هيكون موجود في محافظة الضمياط في مكان اسم بولو بارك في الشهبية وهسيبلك في السكريبشن تحت لينك الايفينت ده والفور ما شونسجل له وانتو حابين تيكو تشوفوني وانتصور مع بعض بس كده اعتمينوكو اشتاولت عليكو كمانكم اخوكم زياد الحصري وشكرا